المسلح وكفاح شعبنا يعني كباقي تجارب كفاحات يعني الشعوب على مر التاريخ يعني كيف مباراة الملاكمة يعني نحن نعمل من أجل فوز بالضربة القاضية لكن يعني في بعض الأحيان النتيجة النهائية تتحدث بعدد النقاط المسجلة وعليف يعني أهمية الجبهات الأخرى يعني واضحة بما فيها المعركة القانونية يعني هذه الأهمية باقية يعني تتواصل وتوفر لفرص ثمينة لتسجيل نقاط هامة سوف تساهم بالتأكيد في تحديد النتيجة النهائية بنزالنا مع الاحتلال سواء بالضربة القاضية عن طريق الاتفاح المسلح أو بالنقاط بتضافر عمل هذه الجبهات ويعني أهمية هذه المعركة القانونية التي نقود يعني تنبع من أربع اعتبارات أربع أبعاد أساسية البعد الأول يعني من خلال تأكيدها على يعني علاقتها بالتأكيد على الوضع القانوني للإقليم الصحراء الغربية وعدم امتلاك المملكة المغربية لأي نوع من السيادة على هذا الإقليم وهذا أكدت المحكمة الأوروبية سنة 2016 و2018 الاعتبار الثاني هو أيضا تأكيد يعني مكسب يعني من خلال هذه المعركة القانونية بالتأكيد والتأكيد من جديد على حق الشعب الصحراوي بتقرير المصير يعني حق الغاقل للتصرف ولكن أيضا سيادته في هذا الإطار على ثرواته الطبيعية في الإقليم وضرورة استشارته قبل الدخول في أي استغلال لهذه الثروات والاعتبار الثالث هو اللي يتعلق بجبهة الفوليساريو باعتبارها حركة التحرير الوطنية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في كل ما يتعلق بالإقليم سواء سياسيا من ناحية مصار تسوية ولكن أيضا قانونيا من ناحية ضرورة استشارتها فيما يتعلق بأي استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي والنقطة الرابعة بأن النجاحات اللي سجلنا في هذه المراحل الماضية يعني في طار وقف استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وتوريط المغرب الشركاء جانب تشكل ضربة قوية للاقتصاد الاحتلال ومشاريع الاستثارية في المنطقة وبالتالي يعني هذه الجبهة لا تفقد أهمية في الإطار الجديد ولكنها يعني بالعكس تتعزز كباقة الجبهات الأخرى نعم إذن الأخ ببشراء المحكمة الأوروبية وقراراتها التاريخية شكلت العمود الفقري للمكاسب المحصلة ما هي آخر مستجدات ميلة فطعون المقدمة من طرف الجبهة؟ بالفعل قرارات المحكمة الأوروبية والعمل ضمن الفضاء القانوني الأوروبي يشكل العمود الفقري لهذا المعركة القانونية اللي تخوضها الجبهة بشكل مستمر يعني خاصة منذ سنة 2002 مع صدور الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة اللي هو هانس كورين سنة 2002 هذا الرأي الاستشاري يشكل خطوة الأولى في هذا الصدد ولكن منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 أخذ المصار بعد أكثر أهمية بالنسبة للشعب الصحراوي لأن تحولنا من المقاربة التي تتأسس على أساس التأكد من استفادة سكان الإقليم إلى مقاربة أكثر وضوح وأكثر انسجام تتأسس على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي بطبيعة الحال مع التأكيد على أن المغرب والصحراء الغربية إقليماني مختلفاني ومتميزان الطعون اللي قدمت الجبهة خلال سنة 2019 العناصر الثلاثة التأسيسية لهذه الطعون اللي قدمنا بها هي أولا وضع الإقليم بحيث بأنه مختلف ومتميز عن المملكة المغربية والثاني ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وهذا بالتأكيد لا علاقة له بموضوع الاستفادة التي كانت تطرح فيما سبق والتي يروج لها الاحتلال وتروج لها بعض الأطراف النقطة الثالثة هي موضوع جبهة الفوليساري وباعتبارها حركة التحرير الوطنية الممثل الشرعي والوحيد واللي هي من هذا الانطلاق المؤهل الوحيد ليعطاء هذه الموافقة هذه العناصر الموجودة هذه العناصر الثلاثة الأساسية موجودة أصلا في القرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية سنة 2016 وثنة 2018 وبالتالي هذه المحكمة لا تستطيع أن تدخل بالتناقض مع نفسها ومع قراراتها السابقة فنحن متفائلين القرار كان المنتظر صدوره نهاية جوليا ولكن لموضوع يتعلق بأجندة المحكمة والتعقيدات المترتبة عن موضوع الكوفيد تم تأجيله إلى الفترة القادمة نحن ننتظر من حيث المبدأ صدوره خلال شهر سبتمبر القادم ونحن متفائلون ومتفائل أيضا طاقم المحامين الذي يعمل على الملف انطلاقا من الاعتبارات السابقة التي ذكرنا نعم إذن البعض يأخذ على الجبهة تراخي أو التردد في تقديم الشكاوية الضرورية ضد الشركات المتورطة في نهب ثروتنا الطبيعية وهي كثيرة وأعمالها مزالت متواصلة ما هو ردكم على هذا الموضوع؟ لا هو يعني هناك استراتيجية واضحة وذابتة متبعة من طرف الجبهة من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية في الوقت وفي المكان المناسبين يعني إذا مسألة الوقت المناسب والمكان المناسب يعني موضوع مهم جدا وبالتأكيد هذا الموضوع يعني ماهو سهل وبالرغم مما قد يعطي يعني من انطباع للوهل الأولى ماهو سهل وبالعكس محفوف بالمخاطر بسبب التداخل الموجود ما بين القانوني من جهة والسياسي من جهة ولكن أيضا التجاري والاقتصادي وموضوع المصالح واللوبياتي لآخر نحن يعني نركز الآن المعركة لمستوى أوروبا لأنها كما أشرت سابقا هي العمود الفقري خلال السنوات الأخيرة والمكاسب المحققة في إطار أوروبا يعني ليست نهائية على الإطلاق ونحن نريد التأمين بشكل نهائي على هذا المكسب المسجل على مستوى أوروبا تقويته والبناء عليه فيما بعد نحن تقديم شكاوى منتقات ومدروسة على المستويات الوطنية في مختلف البلدان الأوروبية ولكن هذا لن يحدث قبل صدور القرار المنتظر وبناء على طبيعة القرار حتى في تفاصيله وعلى ردة فعل الاتحاد الأوروبي يعني ننظر في الموضوع ونقرر ونتخذ الخطوات المناسبة الطرف الآخر يتمنى يعني لو فتحنا يعني قضايا في كل مكان من أجل إرهاقنا وتشتيت تركيزنا وإمكانياتنا المحدودة وتعريضنا حتى لإمكانيات خسارة بعض القضايا بشكل كلي أو بشكل جزئي لأنه امتلاك الحق في النهاية لوحده لا يشكل ضمانة تامة مطلقة يعني فرصة النجاح لأنه أنظمة القضاء تختلف والمحاكم تختلف والخصوم يختلفون على كل المجموعة من التعقيدات التي ربما لا يتسع المقام لذكرها وهي ما يفرض بأنه دراسة القضايا بتأني وتأكد من فرص النجاح بشكل كبير جدا قبل تقديمها لأنه في القضاء القاعدة القانونية وما يعرف بلا جيريس بريدان لأخوريس بريدان فيها يعني مسألة مسألة فيها في قدر كبير من الخطورة لأنها تؤسس لما لما بعدها وإذا لم تكن يعني في صالح الطرف المشتكية يعني سوف تقود إلى الكثير من 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 المخاطر يعني هذه الجبهة جبهة مهمة جدا في إطار مصاري المقاومة الوطنية الشامل وهي مهمة جدا أيضا لتحصيل النقاط في إطار يعني 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 مباراة الملاكمة مجازة اللي تحدثنا عنها سابقا مع الاحتلال ولا ينبغي على الإطلاق أن نسمح بأنه تكون سبب في خسارة بعض النقاط وعموما يعني بلغة البناء المعماري يعني هم شي هو القاعدة والله الساس وهو القانون الأوروبي الآن بالنسبة نحن وقرارات المحكمة يعني ننتظر نرى ونقرر لكن بدون ارتجال وما هو سابق أن نتأكد بأنه الساس قوي بما فيه الكفاية من أجل ربح القضايا اللي من المفروض بأنها تقدم بعد صدور القرار المنتظر نعم إذن الأخو بي بشري حول القرارات التي ذكرت هل تتوقعون أن يكون لقرار محكمة العدل الأوروبي المنتظر صدى في نيويورك أكتوبر الغادم عشية مناقشة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام وإصداره قرارا جديدا لا هو يعني موعد أكتوبر القادم موضوع يعني موعد مهم نسبيا لأنه أول فرصة يستمع ذها مجلس الأمن الدولي إلى قرار من طرف الأمين العام بعد استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية 13 نوفمبر 2020 وبالرغم من محاولات الأمين العام يعني قوت الرئيس خلال تقاريره في السنوات الماضية يعني من أجل يخفاء مكاسب الشعب الصحراوي وراء يعني قرارات السابقة للمحكمة الأوروبية إلا أن السياقة يعني ما بعده 11 نوفمبر يختلف بشكل كبير العالم والأوروبيين وأيضا المراقبين بسيطة عامة يعرفون بأن المغرب يعني لم يكن ليمتلك الشجاعة وبالأحرى الوقاحة للخرق وقت طلاق النار في القرقلات إلا بسبب شعوره بهذه المؤحابات من مناطرات دولية يعني نافذة ومنها تحديدا أوروبا والاتحاد الأوروبي خرق قرارات المحكمة الأوروبية من خلال الأوروبيين أنفسهم شجع الاحتلال على التمرد وبالتالي يعني ساهمت أوروبا بشكل مباشر ناهيك عن المساعدات المادية والسياسية الأخرى عن المغرب يعني ساهمت في انهيار مسار التسوية وعودة الحرب للمنطقة يعني مجلس الأمن الدولي مطالب بأنه يأخذ قرار المحكمة الأوروبية الجديد يعني المرتقب محمل الجد والمقاربة الجديدة المطلوبة يجب يعني أن تتأسس على أساس الوضع القانوني لأساس المحكمة ولكن أيضا أساس القانون الدولي بشكل عام من حيث وضعية الإقليم فيما يتعلق بأنه إقليم مختلف ومتمايز في علاقته مع المملكة المغربية وموضوع حق تقرير المصير والسيادة على الطروات ولكن أيضا موضوع حركة التحرير الوطنية جفة الفوليساريو ما هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هذه المقاربة يعني المأمولة بأنه يقوم بها مجلس الأمن الدولي بأنه يتخلى عن أولا يعني عن الاختباء وراء موضوع المبعوث الشخصي الأمن العام المتحدة وبأنه يمتلك من الشجاعة يعني إعادة النظر والتأسيس لمقاربة جديدة تتأسس على أساس حل النزاع وليس تسيير النزاع في الصحراء الغربية كما كان الأمر خلال هذه من سنة موضوع الوضع القانوني للصحراء الغربية وموضوع القرارات المحاكمة الدولية ومنها المحكمة الأوروبية يفترض أن تكون في صلب هذه المقاربة نعم إذن الأخ أبو بشرايا البشير كنت معا